أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بديوفي في هذه الفقرة الأساتذة الأستاذ جبال الزهير إزاكاً أستاذ محمود صبر إزاكاً أستاذ محمود صبر إزاكاً أستاذ محمود أستاذ جمال خليني أبدأ مع حضراتكم وأنا سؤالي النهاردة بحديتكلم طبعاً عن مباراة الأهلي والكلام ده كله ولكن عايز أسأل حضراتكم إيه رأيكم وتقييمكم للاتحاد المصري لكرة القتل لا طيبين نسكروهيم جداً شكريك جداً لا بشكل عام يعني بشكل عام بسوات تحاد الكرة لازم يبقى عارف كويس قوي إيه اللي مطلوب منه يعني وينفذ المطلوب منه دون مراعاة لأي حد على حساب المصلحة العامة ولذلك فيه أمور كتير جداً يمكن بيتأخروا في مواجهتها أو اتخاذ قرارات بشأنها وده بيعطر كتير قوي وانا شايف انه مفيش داعي لاي تأجيلات او اي تفكير في الموضوع لان المهام المطلوبة منهم مهام اعتقد يعني لو سألوا حتى في كتاب كتاب كرة القدم وعلى مستوى العالم معروف ايه لاتحاد الكرة دوره ايه خصوصا بعد ما اتخذ منه كمان حاجة تعتبر يعني تاخد مجهود كبير جدا انها تنظيم المسابقة ده الترطة بتاعت اه يعني هو ده يمكن اكتر حاجة محتاجة وقته وتركيز اتخذت وبقت فيه ربطة الاندية اما غير كده اللي بيعاب على الاتحاد عموما سواء ده او كمان بعض الاتحادات السابقة قال محاولة انهم يمسكوا العصام النص يعني التدخل في امور لا يجب ان يتدخلوا فيها لمصلحة نادي او اخر او الخوف من مواجهة المشاكل اللي بتقابلهم وده كله محتاج زي ما بقول لحداتك انه محدش يقدر يعترض على الحاجة الصحة يعني لو هم عملوا الصح محدش هيقدر يقولهم بتعملوا ايه صحيح دون ان هم يرهقوا نفسهم في تفكير في حلول يوقعوا نفسهم في مشاكل معينة ثم يدوروا على الحلول اعمل الواجب المفروض عليك وخلاص يعني مثلا القصة الشهيرة بتاعت الاتحاد الافريقي والجواب وكلام اللي كان جاي للنادي الاهل او كان مفروض يعرض اللي هو دواجل تنظيم تنظيم اللي في الدرج اللي في الدرج هل دي محتاجة اي عبقرية يعني ده اجراء روتيني يعني ده المفروض انه هو اجراء روتيني اه كون بقى حد يفكر انه هو يعني يتجاوز عن اتخاذ الخطوة دي ده في حد ذاته اكيد بيبقى مش في مش في الاطار السليم يعني بس ده اجمال لانه انها غير كده من ناحية الاخلقية وما كلهم ناس طيبين جدا لازم زي ما بدأت اختمها خضر يا سيد الحال نا طبعا انه انت الحاج بتتكلم بصفة عامة ولا عن المجلس الحالي فقط لا المجلس الحالي بس بصفة عامة اه بصفة عامة هو طبعا كون مسر هو اتحاد الكورة اصلا هو ده رئيس يعني اعتبر المسمى بتاعه ده رئيس جمهورية الكورة يعني المسؤول عن كل حاج وعن كل المسابعات لكن انا شاف ان المجلس الحالي هو مجلس طوارئ او استثنائي يعني جاي في الظروف صعبة جدا وفترة من الفترات الصعبة جدا على الكرة القدم مصرية مع كم الاحترام الكود الاسماء والشخصيات الموجودة فيه هم الناس يعني المفروض يكون عنديهم يعني يعني زراحة هديدية اصلا في مواجهة يعني حماية اللعبة ويمكن الكلام ده وهنا طرحناه وقلنا قبل كده لما تعرضت حتى شكل اللعبة في فترة اللي جان المهنس احمد مجاهد او غيره او غيره وتم التشكيك في اللعبة وشرعية الدوري ودوري ده جيبوتي الدوري بتاعها احسن غير ما شفنا الايام جات عنينا جيبوتي غلبتنا يعني عملت معنا مفاجأة من المفاجآت فانت فانت النهاردة انا شايف كرجل كمتابع انه الهدف الاساسي هو انت ازاي تنجح اللعبة عندك صح الدوري راح للربطة بدي يعني نقلة تأخرت كتير لكن نقلة كويسة جدا محتاجت ازاي تطور التحكيم وتحمي التحكيم يعني ايه يعني احنا عندنا اتزامن ازمة مباراتين زمالكو المولين وفاركو المصري مع حدث مبارات ليفربول وتوتنهام في انجلترا وشفنا القرارات المواقبة ما شفناش بيان مثلا صادر مثلا من ليفربول بيقول فيه انو الحكم واللي هو بينتمي للمنافس الاخر ولغاله هدف وحسب له مش عارف مين لا يجروا احد يقول الكلام ده لانه هناك قواعد ثابتة جدا وكل واحد عارف حدوده مدرش تخطاها انت هنا تركت التعريد الحكم التعريد بالحكم وسمعته فاق الحدود امر امور وصلة الى مرحلة التهديد وامور يعني غريبة جدا انا اللي بتمنى حاجة واحدة انو لابد يكون فيه دايحة واضحة جدا تحمي الحكم من مثل هذه الحملات حتى لو بيقول الحكم اخطى ويطبق هذا الكلام على ايه على الكبير قبل الصغير اذا ما طبقش الكلام ده انت كده سايب المسألة كل واحد يجول ويقول يعني ازول لك امر في غاية الخطورة ثانيا دورك اتحاد كورة انا شايف تطوير اللعبة في تطوير اللعبة على المستوى القاعدة لها القاعدة الاساسية الأداء زي ما احنا شوفنا والمستويات عامنا ازاي وفي ظل التحاد الكورة افتركوا احنا لما نيجي نقيم كابتن اسلام ونشوف عدد مرسيل للعبة في مصر اللي عدد سكانها مية وخمسة مليون هيبقى رقم مرعب يعني دور عدد سكانها ما تعدش تلتمية وربعمائة ألف مسجلين في التحاد الكورة في دول تانية أصغر منك العدد عدد مليون والمليون ونص وللتين مليون يعني ده أمر في غاية الخطورة ده أمر يخليك شكك في الأمر فأنا شايف انه التحاد الكورة ظلم نفسه وظلمنا معاه في حالة الارتباك الواضح لأنه لابد يكون عندك لويحك القوية جدا لتحمي المشهد لما يحصل حاجة زي اللي احنا شوفناها في الدورة يعني ايه ما فيش حد يخرج عن النص وانا من هنا انا اتمنى انه يبقى فيه قرار في الغاء الاستوديوهات الخاصة بالحكام لأن الذين يحللون أخطأوا وارتكبوا كوارث أيدا عندما كانوا يملكون صفارات الملعب يرهم أخطاء كارثية كل واحد ينتقد وقعد في التكييف في مرعب في التخاص القرار يعني عاودي أقولك الناس اللي علمونا الكورة زي ما بيقولوا الانجليز عندهم أخطاء ممكن النهاردة لو شفت الحوار اللي اتنزل بين الحكم وبتاع الفار وفرته انت راضي عن قرارك قال له انا راضي عن قرارك فالنهاردة انا طبعا فاربول هدخل في الموضوع مطالب بالتحييق والكلام فلا انا عايز اقول لك انك انت ماشي في جزئية تحمل لعبة تحمل تحكيم بتاعك لو انت عاوز حكام متجايب واحد اجنابي بتديله مليون جنيه على أهل سهل رجل تحديدا لو جدينا نتكلم عن الحكام يعني عامل شكل جيد خارج الملعب لكن في الملعب انا حتى لقلم اجد اي ما انا بقى كلمك وانا بقى قودك بدالي نكيت ان نهاردة استبعاد اربع خمس ستة رسبوا في اختبارات كوبر يعني عاوز اقول لك ايه يعني في مرحلة جزئية مسببات الناشئين والتسنين واللعبة فيها وانت ايه هدفك يعني ما هو الهدف يا كابتال اسلام برضو انا عاوز افهم يضطع يقول لي انا عاوز اعمل حاجة احنا قلنا هنا وبنعيد نفس الكلام يعمل حاجة واحدة تعرف لو طورت منظمة التحكيم بس وعملت بانت نجحت في حاجة واحدة انا اللي عملت دوري المحترفية ما خلاص دوري المحترفين هنشوف دلوقتي النتائج وهنشوف هيبقى هيبصلنا لفين احنا يتمنى النجاح احنا مش بنتمنى للناس الفشل احنا بنقول ان الناس بتجتهد وبأمانة شديدة فيهم الناس محترمين جدا وفيهم الناس فاهمين ولكن هي الظروف والاجواء صعبة لكن انا عايز اقول الكل التفرغ لبرامجه الكل التفرغ وقعد على شاشته الكل التفرغ مفيش حاجة اسمها حد بيشتغل على تضيع الورق يعني ايه لو افكرك النهضة اللي حصلت وخادت فيها الكرة المصرية ترت بطالات امام افريقيا سبقها شغل ايه قطاعات اتعمل من سنين طلعت انت عشان تطلع ناشئ دلوقتي هتحتاج خمس ست سنين عشان تربيه وتعلمه وتحفظ الكرة ويعرف فيه باص انت النهاردة خلاص الدنيا ما عادش فيها ادفع عشان تلعب فالأمر الاتحاضر الكرة اذا لم يكن قال لك هنعمل دور الى اكاديمات فين دور الى اكاديمات فان الاهتمام برعاية الى اكاديمات ومن الكاديمات بتعمل شغل صح وبتدرب صح ومدربين صح هاتلي لعب كرة مع كامل احترامي يبطل كرة النهاردة يبقى مدرب ثاني يوم قل له اعمل وحدة تدريبية نفس دي عام وحدة بعش نشوفك انك انت صوعبته المسألة لابت الاتحاضر الكرة هو الاب الشرعي للكرة فالمفروض يبقى مسؤول عن ايه عن بص عن لعبتها مدربينها حكامها اداريينها كل حاجة كل المنظومة فانا شايف انه ممكن نعمل حاجة احسن من كده لكن على ما يبدو انه بأمانة شي بحدش يزعل الناس متفرغة لحاجات تانية وفرصة خلينا نلخص احنا بكرة وبعد وهنمشي مش هننجي تاني فخلص حاول تحقق اكبر قدر من توجدك في اللحظة دي وانا آسف ان انا اقول الكلام ده مش شايف حاجة على الوضع الرسمي بص على مسبقاتك كلها وهنبص على الدور الدرجة التانية كمان بعد اللي حصل دلوقتي والتغيير هنشوف الشغلة تحت عامل زي ما هو انه دلوقتي هنبع التحكيم عامل ايه هل هتبص هتسيب ولا هتعمل ايه فلا انا عزوز كابتل بأمانة شي الكرة القادمة المصرية مظلومة في الوضع الحقيقي حقيقي وعلى الأستاذ جمال العالم طلبنا منطلب منه حاجة واحدة نفسك نفسك قبل بداية الموسم تكون لك لك وليحة واحدة بس قوية جدا في تطبيق العقوبات على من يخرج ضده تجاه التحكيم لكن الآن انه تشوف المنظر ينزل المترجم يحاول يعتد على الحكم وتاني يوم تقول اربع مبارات توقف اربع مبارات ايه اربع مبارات ايه التصرف ايه الرادع فين الرادع لعيب ايه مدرب وقفت ببتشين تاني يوم ألقاء في الملعب فاللي عاوز اقوله لك لا داعي للكل بميكيالين لا داعي انك انت يتاخد قرار ان يتم احترام القانون يا ما تمش احترام القانون خلاص كل بقى اللي كل واحد عنده بقى قوته يستخدمها ويستعملها ويعمل اللي هو عايزه احنا مش في الشارع احنا دا كرة قدم دا صناعة دا من الصرف عالي قد كده فبحجم اللي عاملات دولة والملاعب والدولة بتاعمل دا سكرتي وشغل كبير جدا دا خلي بقى المصاب على الورد الواقع بقى حماس وقوة ورجع الجمهور وقدم افكارك مش تغل طور نفسك ماهده برضو هيفيدك ويحطك لما تيجي الناس طوات ولك لا اتحاد الكورة عامل من هذا الشيء لا اتحاد الكورة والربطة عاملين حاجة كويسة جدا نسادي مختلفة لا اشوف اداء الحكام عاملين ايه لا الوضع مطورين وعملين شغل لا في ماشي لانه الاخطاء لا يوجد شيء من هذا انا بكلمك الاخطاء لان تنتهي الاخطاء جزء اساسي من كورة القدر القصارة والمتعة والكلام ده مش هتبطل يا جماعة ومش هنخلص بأمانة شديدة انا شايف ان احنا نستحق نكون في مكان احسن كده بشوية جهد بشوية تعرق بشوية تفكير مش بشوية لجان وتفكير لا قرارات وتطبق تطبق من فوق لتحت مش من تحت الفوق من فوق لتحت